بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية المسار العام درسنا لهذا اليوم هو تابع لمدخل المؤثرات العقلية معكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم فكرة هذا الدرس هي المعرفة الواعية بمفهوم المؤثرات العقلية وأنواعها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وحكم الشريعة الإسلامية في تعاطيها وقانون مكافحتها في المملكة العربية السعودية سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم وهو تابع لمدخل المؤثرات العقلية وذكرنا سابقاً ما هي المؤثرات العقلية وسوف نذكر بالتفصيل أنواعها وحكمها في الشريعة الإسلامية وقانون مكافحتها في المملكة العربية السعودية ودور وجهود المملكة العربية السعودية في ذلك وسوف أتعرف عزيزي الطالب والطالبة بنهاية هذا الدرس أولاً أتعرف على مفهوم المؤثرات العقلية ثانياً أتعرف على جهود الجهات الحكومية في مكافحة تعاطي المؤثرات العقلية ثالثاً أصنف المؤثرات العقلية حسب تأثيرها الفيسيولوجي رابعاً أميز المؤثرات العقلية الشائعة بين الشباب نبدأ بتاريخ استخدام المؤثرات العقلية تم استخدام المؤثرات العقلية في الحضارات قديماً كالحضارة الفرعونية واليونانية والصينية حيث وجدت منقوشة على الآثار ومكتوبة في المخطوطات كثير منها كانت تستخدم للأغراض الطبية كعلاج بعض الأمراض وتخفيف الألم أو لأغراض وطقوس دينية مثل نبات الحشيش كان يستخدم لصناعة الحبال والأقمشة وأيضاً مسكن لتخفيف الألم والاكتئاب أما الأفيون فقد استخدم لعمل وصفات للأطفال تساعدهم على النوم عند الفراعنة وقد أضافت الشركات الدوائية مواد أخرى لتزيد من فعاليتها وتصنيع مواد تحاكي عمل المواد الطبيعية المستخلصة من هذه النباتات فظهر معها كثير من الأعراض الصحية الجانبية لتعاطي هذه المواد من أهمها الإدمان وأضرار الدماغ والجهاز العصبي وهذا دعا الدول الحديثة إلى تصنيف هذه المؤثرات العقلية على أنها مواد محظورة ومحرمة دولياً ويعاقب القانون كل من تعامل بها مع بداية القرن العشرين نأتي بعد ذلك ما هو مفهوم المؤثرات العقلية؟ هي أي مادة تؤثر على العمليات العقلية مثل الإدراك والعاطفة وتصنف إلى عدة أنواع حسب تأثيراتها الفيسيولوجية والجسدية نبدأ بما هو مفهوم المؤثرات العقلية عندما نتحدث عن المؤثرات العقلية هي الأشياء التي تؤثر على الإدراك أو الحواس بجميع أنواعها وخروجها عن المعدل الطبيعي في جسم الإنسان هنا تبدأ عملية العوامل التي تؤثر على العقل وهي كما ذكرنا لكم سابقاً عوامل كثيرة من العوامل المؤثرة على العقل من المخدرات وأنواعها وسوف نقوم بشرحها الآن نأتي لهذا التصنيف وهو تصنيف المؤثرات العقلية عندما قسمت منظمة الصحة العالمية المواد المخدرة وهذا التصنيف طبقاً للتصنيف الدولي للأمراض إلى سبعة أقسام إذن تصنيف المواد أو تصنيف المؤثرات العقلية يصنف إلى سبعة أقسام كما هو أمامكم الآن أولاً العقاقير المخلقة المستحدثة والمنشطات ومنبهات الجهاز العصبي المذيبات والمواد الطيارة والأفيونات الحشيش ومشتقاته المهدئات والمنومات ومثبتات الجهاز العصبي والمهلوسات إذن هذه هي تقسيم منظمة الصحة العالمية للمواد المخدرة وهي سبعة أقسام كما هي أمامكم على الشاشة وتقسم المؤثرات العقلية بحسب تأثيرها الفيسيولوجي الجسدي إلى ثلاثة أقسام أول هذه المؤثرات هو المنشطات هي مواد تعمل على إثارة الجهاز العصبي المركزي فتزيد من سرعة الرسائل العصبية من الدماغ إلى سائر الجسم والتي تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وارتفاع أيضا في درجة حرارة الجسم وضغط الدم أيضا تزيد المنشطات من الشعور بالطاقة واليقظة يتم استخدامها أو الترويج عنها بين الشباب خصوصا في أيام الاختبارات من أجل رفع مستوى التركيز وتقوية الذاكرة ومقاومة السهر وهي في الحقيقة لها أضرار صحية خطيرة قد تؤدي للوفاة وأمثلة هذه المنشطات ذكرنا الآن تقسيم المؤثرات العقلية وذكرنا أن أولها هذه المنشطات مثال على هذه المنشطات كما تشاهدون الآن عدة أنواع منها القات والكبتاجون والكوكاين والشبو والتبغ وهذه تصنف تحت المؤثرات العقلية ما يميز هذه المواد عن غيرها أنها تسبب الإدمان الشديد بعض المواد أيضا قد تسبب الإدمان من أول جرعة واستهلاكها بجرعات زائدة وكثيرة يؤدي إلى الإصابة بتشنجات وصداع خفقان في القلب غيبوبة صرع والوفاء أيضا وتأثير هذه المواد على أغلب الوظائف الحيوية في الجسم حيث يجد المتعاطي صعوبة في التخلص منها لما لها من أعراض انسحابية شديدة لذلك لا بد من علاجها عن طريق برنامج دوائي وسلوكي تحت إشراف طبي وبمساعدة أهل هذا المصاب ما هي الأعراض الانسحابية عندما نتحدث عن الأعراض الانسحابية نذكر هنا أنها الأعراض التي تظهر على المتعاطي عندما يتوقف إذن مرتبطة كلمة الأعراض الانسحابية عندما يتوقف أو يقلل من تعاطي المؤثر العقلي ومن هذه الأعراض يكون هناك ألم وصداع وعصبية وقلق وأرق وغثيان وإرهاق أيضا وهذه كلها بسبب الأعراض الانسحابية نأتي بعد ذلك إلى الكافيين يعد الكافيين أكثر المنشطات المستهلكة حول العالم وهو موجود في العديد من المشروبات مثل القهوة والشاهي وأيضا المشروبات الطاقة التي يتم التسويق لها على أنها تزود الجسم بالطاقة وترفع مستوى التركيز والإنتاجية نأتي بعد ذلك من العوامل المؤثرة المثبتات المثبتات هي مواد تؤثر على الإشارات العصبية التي تنتقل من وإلى الدماغ تعمل أيضا على تقليل نشاط الجهاز العصبي المركزي هنا ذكرنا أنها تعمل على تقليل إذن من هذه المثبتات أنها تؤثر على الإشارات العصبية وتعمل على تقليل نشاط الجهاز العصبي المركزي وينخفض الوعي لدى المتعاطي وتكمن تأثيراتها الحيوية في أنها تخفض نبضات القلب والتنفس وتزيد الشعور بالنعاس والدوار وضعف التركيز وفقدان الذاكرة وإيضا يكون هناك تمتمة بكلام غير واضح وإذا أخذ المتعاطي أيضا جرعة زائدة فإنه يدخل في غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله وتعد هذه العقاقير الطبية المصروفة لتخفيف الألم من المثبتات التي تقلل عمل الجهاز العصبي وبالتالي يقل الإحساس بالألم واستخدام المسكنات بكثرة يعرض متعاطيها للإدمان على المادة إذن هنا نتحدث عن استخدام المسكنات بكثرة تجعل متعاطيها أو تعرض المتعاطي للإدمان على المادة بشكل مستمر وبالتالي لا تعطيه نفس المفعول عند استخدامها لأول مرة فلا بد من استشارة الطبيب عند أخذ المسكنات وعدم تبادلها مع أفراد آخرين ومن أمثلة هذه المثبتات كما تشاهدون على الشاشة إذن هذا النوع الثاني من العوامل المؤثرة على العقل هو المثبتات فعند استخدامها بكثرة وعند أيضا استخدامها بدون استشارة الطبيب تؤدي إلى الإدمان وكثرتها لا يكون هناك فعالية في الجسم ومثلة هذه المثبتات الكحول الهروين والمستنشقات والمواد الطيارة مثل الغراء البنزين والأصباغ بأنواعها وأيضا العقاقير الطبية التي تأخذ كمسكنات تحت إشراف طبي بعد ذلك من العوامل المؤثرة المهلوسات هي مواد تسبب خللا في الرسائل العصبية في الدماغ وهذا يؤثر على الدراك الحسي والسمعي والبصري وتعمل المهلوسات عن طريق تعطيل تدفق الرسائل العصبية من الدماغ إلى الحبل الشوكي إذن أجمعت هذه العوامل التي تؤثر على قل أنها تعمل على خلل في الرسائل العصبية فكما تتداخل مع بعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل السروتونين المسؤول عن الحالة المزاجية وكذلك الغلومات المرتبطة بالتحكم في وظائف مختلفة في الجسم مثل إدراك الألم والذاكرة والعاطفة أيضا والمزاج ومن أمثلة هذه المهلوسات حمض الليسرجريك المسكالين الفطر السحري تؤثر المهلوسات على الجانب النفسي أكثر من تأثيرها على الجانب الجسدي هنا نقطة مهمة تأثير المهلوسات أو المخدرات بأنواعها تأثيرها على الجانب النفسي جدا كثير ولكن التأثير النفسي يتطور لينعكس على الحالة الجسدية للفرد بشكل سلبي جدا فعندها يصاب المتعاطي بخوف وتقلف المزاج وهلع وتداخل في الحواس الكبتاغون تعرف علميا بمسمى فنثالين وتحتوي على مادتين الانفيتامين والتي تعد مادة منبهة أو منشطة للجهاز العصبي المركزي ومادة التيوفيلين التي تعمل على توسعة الشعب الهوائية إذن الكبتاغون هي مادة منشطة محفزة تزيد التركيز بشكل مؤقت يتبعه ضرر كبير وتسمح للمتعاطي بمقاومة النوم وتسبب الإدمان السريع من جرعة واحدة في بعض الأحيان وللكبتاغون عدة أشكال حبوب كبسولات قطع كريستاليات الشكل أو على شكل بودرة إذن نتحدث عن الكبتاغون هنا هو مادة تعمل على زيادة في التركيز وهي منشطة عالي جدا فيتبعها أيضا ضرر كبير كما تشاهدون وتسمح للمتعاطي بمقاومة النوم إذن هي تعمل على مقاومة النوم لدى المتعاطي بحيث أنه يتم تعدي النوم بشكل غير طبيعي وهذا يؤثر على الدماغ ويسبب الإدمان السريع نأتي بعد ذلك للكبتاغون أعراضه وأضراره نذكر هنا أعراض إدمان الكبتاغون وأضرار تعاطي الكبتاغون الأعراض هنا زيادة الطاقة والنشاط السلبي بشكل مفرط وسلبي وشرحناها قبل قليل وهناك أيضا نقص في الشهية وضعف وهزال مشاكل في الجهاز الهضمي غثيان أو إمساك أو إسهال شحوب في الوجه وظهور هالات سوداء أيضا صداع تقلبات في المزاج جفاف في الجسم والفم أرق والاضطرابات في النوم إذن هذه هي أعراض إدمان الكبتاغون وأضرار تعاطي الكبتاغون ارتفاع في ضغط الدم وزيادة نبضات القلب وهذا يزيد من خطورة الإصابة بالسكتة القلبية ومن الأضرار تلف في خلايا المخ مما يسبب حدوث تشنجات للفرد المتعاطي وفقدان الاتزان والإصابة برعشة في اليدين اضطرابات عقلية والتفكير في الانتحار الانطواء والعزلة عن الآخرين نأتي بعد ذلك ما هي العقوبات القانونية المحلية للتعاطي والإتجار بالمخدرات وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية هناك عقوبات مختلفة لكل من المروج والمهرب والمتعاطي وهي كالتالي أولها المهرب هو الفرد الذي يستورد المخدرات من العصابات الخارجية ويقوم بتوزيعه على المروجين في الداخل ويعاقب بأشد أنواع العقوبة لما يترتب على عملية إدخال هذه المواد للبلاد من فساد عظيم على شبابنا واقتصاد هذه الدولة ثم بعد ذلك المروج هو الفرد المسؤول عن عملية بيع وتوزيع المواد المخدرة ويعاقب بالحبس والغرامات المالية ومن ثم قد تنزل به أشد العقوبات في حال التكرار بعد ذلك المتعاطي هو الفرد الذي وقع ضحية استهلاك المواد المخدرة ويعاقب بالسجن مع توفير العلاج اللازم لمساعدته للتخلص من هذه السموم ويبعد عن البلاد لو كان مقيما وتسقط هذه العقوبة لكل فرد تقدم بطلب العلاج من تلقاء نفسه إذن نتحدث هنا عن العقوبات القانونية من قبل الدولة ونظامها للتصدي لمتعاطي المتخدرات وتجار هذه المخدرات وهم ثلاثة أنواع المهرب وهو الذي يقوم بتهريب هذه المواد المخدرة إلى داخل البلاد ويعاقب بالحبس والسجن وأيضا بعد ذلك المروج هو الذي يقوم بترويج هذه المخدرات بأنواعها يتم إعطاءها للمتعاطي والمتعاطي أيضا هو ضحية واستهلاك المروج والمهرب ثم بعد ذلك قد يتعرض للإدمان ويجب أن يتم علاجه وأن نعلم أن جهود المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة تعمل على علاج هذه الفئة بشكل سري وخاص نأتي بعد ذلك ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم مدخل المؤثرات العقلية وهو تابع للدرس السابق أن المؤثرات العقلية هي مواد لها تأثير على المهام العقلية للفرد كالإدراك والعاطفة وبعض المؤثرات العقلية تصنف على أنها مواد منشطة لما لها من تأثير على زيادة نبضات القلب والتنفس ويكون الارتفاع في درجة حرارة الجسم والمثبتات هي المؤثرات العقلية التي تعمل على تثبيت الجهاز العصبي المركزي نشاط منزلي ما المقصود بالمؤثرات العقلية؟ ما المنشطات؟ وما تأثيرها الجسدي على الفرد؟ مع ذكر مثال على ذلك وعرض إجاباتك على معلمك في المدرسة ختاماً عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة